اه يا ليلة وصلت على نبي اذكر الله وانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام حبيباتي واشراكم ان شاء الله يربي تكونوا بالف خير وعافية وتم تشوفوا في الفيديو تنهار اليوم وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال سلام حبيباتي واشراكم حكولي كيف شراكم دايرين كيف شراكم مع الاحوال كيف شراكم مور العيد كيف شراكم الجوزو في هذا الايام مع السخانة ان شاء الله يربي تكونوا متوفقين وتلقاوا كل خير كيف شراكم تشوفوا حبيبتي اول 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 حاجة قبل ما تبدأي الفيديو قبل ما تشوفي الفيديو اللي راح نقدمه لك اليوم اكيد طبعا هي وصفة انت المحاجب حبيتك اختي تشتركي معايا في القناة انتاعي وتفعلي زر الجرس باش كل ما نحط لك حاجة جديدة اتبعيها معايا المهم حبيبتي انولو الموضوع انتع نهار اليوم اللي هو وصفة المحاجب هذا المحاجب يا لبنات والله العظيم عن تجربة و راح كيتجربوهم ما راح تستغنوا عليهم ابدا 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 ويجوا خفاف ويجوا شابين ويجوا بزف هايلين المقادر هنا يا انتاع المحاجب التوعي وش درت لبنات كيما شفتوا انا خدمتهم في البيتخان ما خدمتهم شبيديو كل قدير وقدروا اللي تقدر تخدمهم في البيتخان تخدم و اللي ما عندهاش البيتخان تكسلي ديداتها وتعرك كيما جايزتها بكري وكيما ناس بكري المهم مش ديري حبيبتي تجيبي كيما شفتوا درت سمولة تسميد الرقيقة هذيك انا استعملت سميد الباراكة درت كيلة سميد ودرت نصف كيلة فارينة هكذا غلياتي درت كيلة سميد ودرت نصف كيلة فارينة وتزيدي على هذيك الفارينة قطرا تأخل كيما وريتلكم وتزيدي شوية زيت قسم وغرفة انتع العشاء وتزيدي قرصة ملح وتخلطي كامل كيما راكم تشوفو الهنا في البيتخاء والسر انتع هذا المحاجب يا لبنات اللي راني نقول لكم معليهم يعني هذا المحاجب ما جيش وقدمتهم معاكم برك هذا المحاجب خبرة يا لبنات خبرة من عند وحدة نعرفها يعني هي تخدمهم وهي عندها محل وهي اللي تبحم وهي اللي قدمت لي هذا الوصف عطتها لوجه الله وزيت انا كي شفتها كانت طيب رفت بعيني طيب وجيت شاركت مع غالياتي المهم كيما قلت لكم هنا السر المحاجب هذا اللي هو الماء الماء يا لبنات احنا كنا نغلطه من البكري وش نقوله نقوله كين لموا العجينة وش نديرو نديرو الماء دافي ولكن خطأ 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 كبير الماء يكون بارد يا لبنات بارد حد البرودة يعني يكون بارد مش يجامد ومش يكون بارد تحكمي المنتعك وبالاخص ذكرنا في الصيف يعني لازم تبردي هلو كان فاشتان قولك من البليشنا يا ملعين ولا من تكون محجرة هذك المنتعك اللي تشرب وتخدمي ولكن لالا تروح يديري في الفريجيدار يبرد مدة نص ساعة ومبعد تبدأ تخدمي به لعبات نتاعك والله راح تجيك ما شاء الله والعريك العريك العريك البنة المحاج بيحب العريك اعركوهم وبالنسبة اللي هنا يا لل لاصوس نتاعي أنا لاصوس نتاعي كيفاش نديرها نديرها سهلة لابنة لاصوس تستاعي ما هي شي صعيبة وجية سهلة وتوجديها يعني توجديها واذا ما كانش عندك هذا الهاشوار اكيد ماشي كامل الناس ما توفر لها يعني يكون عندك بغا بل بغا تقدري ترحيها وتخدمي وش راني نخدم أنا في الهاشوار جيبي الطماطم تقطعي ها كامل الطماطش هذي تقطعي تنقي وتغسلي وتقطعي تزيدي تقطعي معاها هكذا حبيبة تعبصل كما راكم تشوفوا ومبعدي ترحيها تزيدي الماء في الهاشوار أنا ندير الماء في الهاشوار باش ترحيلي ومبعدي نجيل الهنية للخالط نتاعي وش نفرغ في القدرة اللي راح نطيف فيها اكيد للرد فيها طيب ومبعد نبدأ ندير له في ازي لا تزيدي بزيف وهنا اللي بنات انسيت لم تزيد الزعط يعني كنت مخصوبة لم تزيد الزعط وانسيت تحب تزيدي هنا ورقارند وتزيدي معاها زعط وأكيد راشها ملح وتضير الزيت وتخليها تقلى هنا اللي بنات تحطيت معاكم هذا الحار أنا لم تزيد الحار الحار من بعد ونهضر عليه كيف شدرته هنا اللي بنات هاي اللي بنات هاي ما شاء الله وفي ظرف واجيز والله العظيم غير في نص ساعة كانت وجدت وعلى جيه ما خليتها اللي ارتاحت ولا ولا نجيل هنا وش ندير لها اللي بنات كاين اللي بنات هنا نستعمل لزيت لكي ما راكم تشوفوا اللي بنات المحاجب لانو الحجم الكبير بزف إن الهي Theyحلوا كما الطريقة على المحاجب الاخرين الى 엑ا اللي يديروهم كبار كانون اللي يحليوهم هكذا كان اني رحتهم يحتملوهم يديروهم كبارقажу بكيانوا بطريقةców و لكن انا استعملت لكم الطريقة الشابه وطريقة اشدادة و الطريقة تساعدكم تساعد بثاف يعني اللي ما تعرفش اللي ما عمرها ما دارت محاجب تديرهم تجربهم وتجي تقولي في كومنتر ياشرق شوفي وشوفي كيف شخرجونا المحاجب وكيف شخرجتنا الوصفة المحاجب اللي ما دتي هنا هنا يا لبنت كما راكم تشوفو هنا راني ندير هنا راني ندير في الحر واش درت انا يعني نص يا كل الحر وانا بالطبع الاولاد ما يحبوش الحر واش ندير قسمت لاصص تاعي بعد ما طابت قسمت نحية اللي ما ندير لهاش الحر وخليت هذي اللي ندير لها لينا هذي اللي ندير لها حرة عليها نقولوا محاجب حرين لانو احنا ينمحاجب طبعهم الحار هنا زدت لهم هاذا الدرسة وهاذا الدرسة هي اللي بنت والله العظيم لما كنت تحانستها ولكن جاية شوفو حرة بحلاوة يعني هيلة مايش الفل درسة هذك الحر اللي ما تقدرش تجرعيه ومايش نقولوا قلت لكم بزاف هيلة يعني مليحة هنا زدت شوية ذقت كان جاني شوية ماهوش حر حر زدت الكمية الحر تاعي وخلطهم مليحة هنا خلط لاصص تاعي وخلطه يغلي اكيد باش يزيد هذك الحر يدخل في هذك الاصص مليح ويطيب مليح ويجي اشباب هكذا حبيباتي كما لكم تشوفو هنا كنت نخلط ونعاود فيه باش يدخل الطيب مليح كما قلت لكم باش تجي الحاجة يعني تجي لاصص تجي تجي بنتها ذوقها يجي رائع هنا ويش حبيت انقلكم قلت لكم السر ثاني هنا السر انت على الاصص هي يا حبباتي ما تزيدو لهاش بزاف الماء هذا هو نوري لكم هنا الاصص اللي خليتها بلا حار ما تزيدو لهاش بزاف الماء هذا هو السر انت على الاصص هنا كنت نسخن في الطاوان تاعي هنا سخنت الطاوان تاعي وهنا يا جيت فتحت السمحوني هنا ما حبيتش نوري لكم طريقة الله غالب شوية في المونتاج بنت قلت لكم غير خفيفة خفيفة هنا يا دنيت كما راكم تشوفو كيفاش راهي تنحل معايا شوفوا العجينة ما شاء الله والله هي اللي بنات غير نحلت معايا روعة شوية في المونتاج اللي بنات بانوا كتافي يعني ما قدرتش درسية ماكتموم لانحن نوري لكم غير هاكذا يا واحنا الحبان تاعي بهاذا طريقة انا منحلها شوفو ش حل حليتها راكم تشوفو بل كتما تشوفو المحاجب ينحلوه بزاف ويتواسوا انا لا لا هاهي الطريقة تاعي كيفاش نخدم هذي طريقة المحلات ما هيش طريقة نتاعي هذي طريقة المحلات المهم كما راكم تشوفو هكذا راهي يعني حطيت الحبان تاعي إنتاع المحاجب حلتها بهذا الطريقة وهكذا يدخلها الطياب وهكذا يدخلها الطياب الطيب لكم مليح من تحت بعد ما تأخذ هذا الطياب تجيب لاصوس تاعك وتحطيها فوقها كما راكم تشوفوا بهذا الطريقة تحطي لاصوس الكمية لاصوس التاعك لا نعرف أشياء تستعملي كمية إلا تحبيها بالمزايد ولا بالناقص أنا أحبها بالمزايد أحبها تجي لاصوس عامرة يعني لحبة تجي عامرة بالاصوس لأنه هذه محجوبة ماشي معروكة ولا مسمنا كما يقولون لخوتنا المغاربة المهم هنا يقول لكم تخليها هكذا تحطي لاصوس تاعك وتزيدي تخليها تأخذ الطياب يعني تأخذ لك هذا الطياب من تحت مليح يعني كي راح تقلبي ما راح تخافي ما راح تقولي ما تنقلب ليش ولا هكذا تجيبي اللحنية تقلبي الحبن تاعك كما راكم تشوفها كما شوية ما ساعدتني شطاوة تزيدي اللحنية تزيدي تقلبي الحبن تاعك بهذا الطريقة هكذا ومبعد تقلبيها هكا كما راكم تشوفوا وتخلوها تأخذ طيابها من تحت تقلبيها وتخليها تأخذ طيابها من تحت راهي تأخذ طياب على نار هادية وما تقووش النار يا لبناتي يعني سر المحاجب وسر المسمن ما تقوووش النار خليو النار هادية وخليوها يطيب غير في غرضه هكذا حبيبتي الغاليات المهم كما راكم تشوفوا اللحنية راهي الطيب الحبتاء وراني نقلب فيها ونعاود تبقى هيداي من التقلبي ما تخليش حبتك وتروحي ولا تروحي توجدي الحب الاخرى تحطيها تحليها و رايح حاجية رايح حاجية رايح حاجية تفقدي فيها بها الطيب لك شابه و تجي يعني جي ما شاء الله اكيد جي ما شاء الله اللي يتعبع للحاجة ولي يشقع للحاجة كامل للجيه شابه والانسان شوفو يا لي ضم شي يعني تسييها اول مرة تقولي خلاص وما خرجت لي شو ما نعاود شو نو 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 سي وعاودي 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 راح اكيد تتعلمي وعمرك ما تفقدي الآمل لا في طياب ولا في حتى حاجة دايما نخلي خليك دايما قوي وخليك دايما الناشطة باش هكذا يسهل عليك الأمر ويسهل عليك كل شي هنا كما رايحكم تشوفو وشوفو ما شاء الله رايحي تطلع الحبة طلعت كامل خليتها هكذا قلبتها وخليتها بهذا الطريقة و من بعدها تعاودي تزيدي تقلبي هكذا ومن الأحسن والمستحسن تكون متوفرة عندكم هذيك اللي رايحي عندي واذا ما توفرج لازم عفصلة تقلبو بي لازم حبو باتي الحاجة اللي تساعدكم في الخدمات باش تسهل عليكم وعلى جلس خانة الطاوة اكيد باش يديكم ما ينحرقوش اهنا ايا ثاني جيت من شارك معاكم في الحبة الثانية باش تزيدوا تشوفو مليح وتدو تدو فكرة اكيد وقتلكم لبنات ولا ليدا يعني ماشي اول حاجة اول خطرات تستعمليها ولا تديري اي حاجة وما تنجحش معك رح تقولي ماكاش كيفاهو كذا ومنه وما تنجحش مليح والله ما جيتش علي يديه لا لا سيء وسيء 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 انا يا ما سيت وسيء وما كانوش محاجب يخرجوا لي بهذه الطريقة ولكن من اللي شفت بعيني شوفوا اللي هنا يتحرقت لي شوية على خطر عندي هذا هذا الفرنو شوية ماهوش ريقلو يعني ماهوش مريقل ماشي كما تطابونا مي معلش يقضي الغرض قلتلكم ما تقولوش على هماس ما خرجتليش وعلى هكذا وعلى هكذا رح تسيي ورح تحولي واكيد رح تتعلمي وكامل ما كناش نعرفو وبالخبرة وبالتعلم وكامل واللينا نعرفو والحمدلله يا ربي اهنا يا كي ما شفتوا البنات هنا يا ما حبيتش نخليها في قلبي وما حبيتش نخليها لكم في قلبكم وشوفوا اللي هنا يا راني نقولكم قوة وبالزاف ابنان وجو صح ما شاء الله يعني والله العظيم غير شابين وطايبين من الداخل شوفوا كيفاش طايبين وما شاء الله ينصرتوا وحدهم حبيبتي الغاليات أختي الغالية أمي الغالية زوجة الغالية سيوهم وأكيد ما رح تندموا وصفهم ما شاء الله سيوهم وما تنسوش تخلو لي تحت في التعليقات كي تسيوهم ولا قبل ما تسيوهم أكيد تخلو لي تعليق لأنه لهذاك التعليق التحكم رح يزيد فيها تقدروا تقولوا النص أكيد يقدر يزيد فيها النص لأنه كلامكم الجميل هذاك اللي تطبعوه لي في خاطري رح يكون صدقة جارية عليكم ورح يكون حب منكم لي حبيبتي الغاليات وحبيبتي الغاليات لا تنسوش الاشتراك في القناة ودايما دايما لا تنسوش بلي جم يا غالياتي تخلو لي جم يعني هذاك الجم ما رح تخسروه لو تروحوا هاكذا على يمين ديروا لي هذاك الجم هاكذا وهذا وش كاين باي باي في الوصف القادم ان شاء الله